صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله خمسة قرارات لسنة 2018 ونص القرار رقم اثنين بتعيين مديرين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني جاء فيه المادة الأولى يعين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني كل من رغدان صالح عبد الرسول مديرا لإدارة سياسة الإرادات العامة هالة عبد الرحمن سيادي مديرا لإدارة إدارة الكفاءة المركزية ونص القرار رقم ثلاثة بتعيين مدير بوزارة المواصلات والاقتصادات جاء فيه المادة الأولى يعين السيد محمد إبراهيم الحميدي مديرا لإدارة عمليات الموانئ والخدمات الفنية في وزارة المواصلات والاقتصادات ونص القرار رقم أربعة بنقل مدير في مركز الاتصال الوطني جاء فيه المادة الأولى تنقل السيدة فاطمة جعفر الصيرفي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي لتكون مديرا لإدارة الاتصال والعلاقات الإعلامية بمركز الاتصال الوطني ونص القرار رقم خمسة بتعيين مدير بوزارة التربية والتعليم جاء فيه المادة الأولى تعين السيدة ديانة فيصل سرحان مديرا لإدارة المكتبات العامة في وزارة التربية والتعليم فيما نص القرار رقم ستة بتعيين مدير في هيئة التشريع والرأي القانوني ونص في مادته الأولى يعين السيد عبد الرحمن إسماعيل الحسني مديرا لإدارة الموارد البشرية والمالية في هيئة التشريع والرأي القانوني ترجمة نانسي قنقر